أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من الديوان يا ترحن بحلم ولا بعد من جد إيش اللي جارسين نشوفه ذا الأيام في السعودية إيش اللي قاعد يصير وكيف صار بهذه السرعة والدقة والجمال فالمرأة مثلا وبعد ما كانت شبه محبوسة في بيتها ومحدودة في وظائفها وما لها صوت في المجتمع وحتى اسمها كان عندنا عيب صارت تسوق وتسافر وتقرر مصيرها بنفسها بدعم من الدولة وصاروا سفيرات ومسؤولات قياديات كبار وفي مراكز مرموقة وأصحاب رأي وقرار في المجتمع السعودي بعد يساعدون ويشاركون في بناء السعودية الحديثة اللي كلنا حبناها تشوفهم موجودين بقوة في القطاعات العامة والخاصة والإدارات والوزارات وفي قلب الحرس الوطني شامخات بكل فخر كتف بكتف مواطنات ومواطنين يحمون ويطورون بلدهم المرأة اليوم في السعودية حرة وتملك قرارها بنفسها والحكومة تحميها تعيش وتدرس وتسكن وتسافر وتتزوج وتلبس وتطلع بكيفها وبقرارها وبكامل حريتها والتعليم بعد ما كان كل مواد دين بدون دنيا وكأننا عايشين نموت أو عايشين عشان نموت خلاص تغير وصار من الماضي وصارنا ندرس اليوم أو ندرس اليوم في مدارسنا علوم وعلم ولغات وثقافة وفن ورياضة واقتصاد وقانون وأخلاق ومساواة وحقوق وقيادة وبعد ما كان الترفيه ممنوع والشعب يسافر مسافات عشان يتنفس خارج حدود بلد ويصرف مدخراته بره ويفيد غيره صار عندني اليوم سينمات ومسارح ومهرجانات ترفيهية وغنائية وحفلات موسيقية الفنانين عالميين وعرب في الشرقية والغربية والرياض والشمال والجنوب والسعوديين يحتفلون والتذاكر sold out ويتلحق يا ما تلحق وهاتك أشغال وحركة وتجارة ووظائف جديدة وتخيلة وحتى رقص بالي صار عندنا اليوم في السعودية فهل احنا في حلم ولا في علم اليوم صارت السعودية مقصد للترفيه والسياحة ويشد لها الرحال وانقلبت الآي وصارت الناس تجي عندنا ومش احنا اللي نروح لهم وصار الوضع عكسي ودهني في مكبتنا يجون من كل مكان في العالم من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وإستراليا ونيوزيلندا عرب وأجانب وناس كثير يتمنون اليوم يزورون المملكة العربية السعودية ويتعرفون عليها والحكومة بعد ما قصرت واستثمرت الكثير في البنة التحتي للسياحة وفتحت قنوات دخل إضافية للسعودية والاقتصاد السعودي يعني ما عادت الفيز التي تجي للسعودية أو تصدر السعودية للحج والعمرة والعمل وبس لا لكن صارت السعودية تصدر فيز للسياحة وتنافس الدول السياحية الكبيرة والحقيقة أنها تملك كل المقومات وتقدر فعلا تنافس بقوة في مجال السياحة وبكل أنواعها يعني تبغى مواقع تاريخية فيه وإذا تبغى أماكن دينية موجودة وإذا جبال أو طبيعة فمتوفر والصحاري والبراكين والجزر والتسوق والاستجمام والاستجمام وأماكن ما تتخيل إنها موجودة في السعودية وأمن وأمان ومرحبا مليون إذا ما شالتكم الأرض نشيلكم في عيونه يا هلا بطش والرش والبيض لمفقش فالسعودية فتحت الحدود والسعوديين فتحوا قلوبهم وبيوتهم للسياح اللي جاوا وفي توقعهم إنهم بيلقون بلد من العصر الحجري وهذا اللي عمل صدمة لهم لأنهم شوفوها بلد جميل وحضاري وشعب طيب وكريم وبسيط ومضياث وشوفوا اليوتيوبرز مثلا اللي زاروا السعودية كيف كانت تعليقاتهم على السعودية والسعوديين وهذا اندل فيدل إن السعودية اليوم صارت واعي لمتطلبات الاقتصاد العالمي ومتطلبات النمو والاستثمار وخلق قنوات جديدة للاقتصاد غير الغاز والبترول فعملت خطط اقتصادية عملاقة في الانتاج الصناعي والتكنولوجيا والسياحة والتعليم والاستثمار في الموارد البشرية والبناء التحتية وصرفت مليارات الدولارات داخليا وخارجيا في تعليم الشباب السعودي مهارات عالمية تعطيه قدرة نفسية في الأسواق العالمية اليوم وحتى بكرة وحتى ضريبة السلع القذائية تعتبر ضريبة عالمية موجودة في أغلب دول العالم ودخل الفرد السعودي عالي ويسمح فيها فليش نرفضها إذا كانت بتساعد في بناء بلدنا الحقيقة أن اللي قاعد يصير في السعودية في السنوات الأخير الشيء ما تخيلناه ولا في الأحلام خاصة عند جيل السبعينات وأنا شاهد على العصر شاهد كيف كانت السعودية وشلون صارت اليوم ومبسوط وفخور بكل ذات تغييرات كل مجتمع مغلق مغلق كل شي فيه ممنوع ومراقب شعرك ولبسك وإيش تسمع ومن معاك ومن مركب ومن منزل وإيش عندك وتغطي يا مرأة وتستر يا بنت وصلوا والمطاع يضربون الناس عند المحلات ليش ما يصلون مع أنهم هندوس أصلا مش مسلمين أذكر كيف كانت الحريم محبوسات عن كل شي ومحرومات حتى عن من النور وممنوعين بيوفطوا إعلانات عند محلات بيع الكستات الموسيقية ومحلات الموسيقى تمنع دخول الحريم وشفت ناس قرعوا شعورهم وشققوا ملابسهم وناس ماتت في مطاردات ملاهداعي وراحت من كيس أهلها وأذكر لما كنت أدرب في مستشفى الملك فهد وأشوف كيف كن نعالج المجاهدين الجايين من أفغانستان من الجروح ونفحصهم من الملاريا والأمراض لكن خلاص كل هذا راح وما في ذلك الكلام الحين والحقيقة أن ما كان موجود قبل الثمانينات والسبعينات قبل الثمانينات بالضبط لأنني أذكر وأنا صغير في زواج خالي مثلا كان في فرقة موسيقية في الشارع تغني وتعزف وفي أغلب الأعراس اللي حضرتها وأنا صغير كان فيه نفس الشيء وهذا كله قبل صالفة جهيمان الاعتابي والثورة الخمينية في إيران اللي بعدها ما عادت السعودية مثل ما كانت كان فيها فن وثقافة وسينما في الظهران وأجانب أشوفهم في سوق الخميس وحركة حلوة لكن كل شي تغير بفعل فاعل والسعودية تجهت اتجاه مختلف وآنش أشهد فعانت من الركود والشلل والإرهاب الداخلي وصارت مستهدفة لكن هاليوم والحمد لله ترجع بقوة وتصحح مسارها وصارت تضرب الإرهاب بيد من حديد والتسجد الديني وصارت أكثر تقبل وانفتح للعالم وللأديان في وقت تحول فيه تركيا الكنائس إلى مساجد من يصدق أن السعودية تفتح مراكز لحوار الأديان والشعوب وتسمح لأول مرة في تاريخها بعمل قداس مسيحي على أرضها وتستقبل قاد مسيحيين عرب وأجانب وتفتح يدينه للعالم وتقود المنطقة والعالم العربي لانفتاح الديني والثقافي والاجتماعي والمساواة والإنسانية في السعودية اليوم يحاكم كل إنسان يثير النعارات الطائفية أو العنصرية يعني خلاص ما في سني وشيعي أو أسود أو أبيض أو قبيلي أو خضيري أو مواطن أو مقيم كل هذا انتهى اليوم في السعودية قانون منع التحرش بالمرأة فصارت تطلع وتجي وتمارس الرياضة بكل راحة وأمان وحرية وبدون تحرش السعودية اليوم فيها شفافية أكثر ومحاربة فساد أكثر وانفتح للعالم أكثر السعودية اليوم خذت المراكز متقدمة عربيا في وضع المرأة وحرياتها وتأثيرها في المجتمع ومكانات تحتها والحقيقة إن مع كل هذا ما قصرت السعودية في مسؤولياتها الدينية ومركزها وثقلها في العالم الإسلامي والعربي بالعكس كانت متوازنة فيهم كلهم والحلو إن الشعب تقبل التغيير بكل رقي وحضارة ففيه مسجد وفيه سينما فيه مهرجان وفيه حسينية وانت حر راح مكان ما تبغى الكل صار حر يملك قرارة في يده بدون ما يضر أحد وإذا في أحد زعلان فهم الناس اللي يبغون أو بدهم يفرضون نفسهم وأفكارهم المقتنعين فيها على المجتمع بالغصب والقوة ويسلبون الناس حرياتهم ويقهرونهم وما ترون إلا ما أرى أو ما نرى لكن السعوديين أحرار في وطنهم ومن حقهم يعيشون ويتقدمون ومن حق السعودي تتطور وتزدهر باللي تشوفه مناسب بدون قيود وفرض من أحد فبعد ما كنا عايشين في الماضي صار ننعيش في الحاضر وننافس عليه بقرار شجوع وقوي من تحدث الكل وقلبت وتحدث الصعوبات وحطت نفسها في تحدي مع قوة تخلف عشان نتقدم وشوفوا وين كانت السعودية وفين صارت تعودني يكون كل شي جميل جزء من الماضي فنسمع مثلا عن الفن الجميل والناس الجمال واليوم نقول أن السعودية والسعوديين يعيشون زمنهم الجميل اليوم مش أمس ونصلي ونتمنى التوفيق للسعودية وللعالم ونطمع في خطوات مدروسة ومتقدمة أكثر في مجال الحقوق والحريات وأخيرا أنا هنا أقدم رأي عماد الخاص ومش شرط رأي القناة أو كل السعوديين وهذه هي الحرية أن يكون لي حق في التعبير ولكن الحق تقبل أو ترفض وهذا اللي قاعد يصير اليوم وشكرا لكم وأتمنى أشوفكم في حلقة قادمة ويا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم ترجمة نانسي قنقر